مرحبا وأهلا وسهلا فيكم معانا بدرسنا السادس من الوحدة الأولى من مصاق الذكاء العاطفي والمجتمع بهذا الفيديو رح نحكي عن الذكاء العاطفي وعلاقته بالروابط المجتمعية أثبتت الدراسات أن الذكاء العاطفي تأثيره إيجابي على كفاءة المؤسسات والمنظمات وبالتالي المجتمعات والأفراد وحتى تكون العلاقة سليمة وحتى يكونوا الأفراد فعلا عندهم القدرة على تنمية العلاقات وتطويرها وتصنيفها من الضروري يكون عندهم القدرة على تنمية مهاراتهم العاطفية الذاتية كيف بيأثر الذكاء العاطفي على المجتمع؟ رح نشوف تأثير الذكاء العاطفي على المجتمعات الصغيرة المختلفة أول إشي المؤسسات والمنظمات الذكاء العاطفي بخلق نمط مستقر للعلاقات العامة الإيجابية بين الأفراد موظفين وإداريين مثل ما نقشنا بالمساق الأول وعي الأفراد بمشاعرهم وأنماطهم السلوكية بساعدهم على فهم أنماط ومشاعر الناس اللي حواليهم وبالتالي بحسن من عملية التواصل وكل ما كان التواصل بين الأفراد في بيئة العمل إيجابي هذا أكيد بنعكس على الفعالية والإنتاجية بالشكل إيجابي وبحسن من مخرجات المؤسسة بشكل عام الأنماط الإيجابية بالتعامل بين الأفراد بتخلي بيئة المؤسسة إيجابية ومستقرة وبتحافظ على فاعلية الأفراد وإنتاجيتهم البيئة الإيجابية والتغذية الراجعة وتقدير الموظفين بتزيد من ذكائهم العاطفي ونموهم وتطورهم اللي رح ينعكس إيجابيا على أداءهم داخل المؤسسة ومخرجاتهم في العمل كل ما ارتفع مستوى الذكاء العاطفي للمجموعة بارتفع مستوى فاعليتهم وإنتاجيتهم وهذا بيقلل من الضغوطات والاضطرابات بالعمل لأن الأداء والإنتاجية بيكونوا مرتفعين وبالتالي تقدير الإدارات للأفراد بيزيد وبيعز استقتهم بذاتهم بالإضافة أنه بيساعد على تحفيزهم وزيادة إنتاجيتهم وكل ما اتطورت المؤسسات وتطوروا أفراد المجتمع ككل بتطور وبتحسن المؤسسة ثانياً العائلة والمدرسة تنمية الذكاء العاطفي عند الأطفال من هم وصغار بيساعد على ضبط سلوكهم وتحويل ردات فعلهم لأفعال مدروسة وتحسين تحصيلهم العلمي أثبت الدراسات أن الذكاء العاطفي للمعلمين والأهل بيأثر بشكل مباشر على حدة انفعلات الأطفال وعواطفهم وعدوانية سلوكهم كل ما قل لمستوى الذكاء العاطفي عند الأهل أو المعلمين بتزيد السلوكات العدوانية وبتكون حدة المشاعر عند الأطفال أكبر وبصيروا عرضة للاكتئاب والإحباط تنمية الذكاء العاطفي للعائلة بعزز التواصل والعلاقات السليمة بين أفرادها بالتالي بيصير عندهم القدرة على تكوين وتصنيف العلاقات مع باقي أفراد المجتمع وهاي العلاقات بتكون إيجابية وسليمة ومخرجاتها بتعزز نمو وتطور المجتمع إهمال التعامل الذكي عاطفياً مع الأطفال بيخليهم يلجأوا لك تلفزيون والفيديو اللي ممكن يكتسبوا منها خبرات عاطفية مصطنعة وسطحية تفقد الأطفال النمو العاطفي الطبيعي الانخراط ببرامج خاصة لتغيير جانب خاص من السلوك أو برامج لإحداث تغيير جذري في الشخصية المتدرب وهذا ما بيسمى بعلم الذات هاي البرامج بتشجع الأطفال على التعرف على مشاعرهم واحتياجاتهم والحديث عنها وعلى تدريبهم على تحديد أولوياتهم وأهدافهم وعلى التعلم من الخبرات السابقة عشان هيك هذا علم الحياة يعمل على تطوير الشخصية بوجه عام من هاي البرامج برامج حل النزاعات بطريقة إبداعية بركز على تدريب الأفراد على تحديد بدائل لحل النزاع واحترام الخلفيات الثقافية والاجتماعية للآخرين وبالتالي إلغاء التعصب ومقاومته ثالث إشي الفرد والمجتمع أثبتت الدراسات أن أثر الذكاء العاطفي على نجاحك في الحياة أعلى من أثر الذكاء العام نجاح أفراد المجتمع يعني نجاح المجتمع ككل مثل ما حكينا الذكاء العاطفي بمكن الشخص من تكوين علاقات سليمة على مستوى الشغل وعلى المستوى الشخصي وهاي العلاقات كلما كانت إيجابية كان تأثيرها على المجتمع بالنمو والتطور الذكاء العاطفي بزيد قدرة الأفراد على تصنيف دوائر المجتمع ونوع العلاقات بكل دائرة وهذا الإشي ببن الثقة بين أفراد المجتمع بناء على هذه الدوائر والتعاملات فيها الذكاء العاطفي إلو صلات كتيرة ومتشاعبة بواقعنا وبتعاملنا مع الحياة طريقة إدارتنا لأنفسنا وعلاقاتنا مع اللي حوالينا الذكاء العاطفي بتعلق بالتنظيم الشخصي في الإدارة والمهارات اللي تدفع الفرد اللي يتفوق في عمله في الحياة بشكل عام هو اللي بيعطينا الحماس والطموح اللي بيميزنا ومهارات في إدارة العلاقات مع الأفراد وتكوين الصلاط بناء على المجالات المختلفة اللي ناقشناها بدنا نعمل مراجعة داخلية ذاتية بمفكراتنا بدنا نعدد المجتمعات الصغيرة زي عائلة، عمل، جامعة، أصحاب، فريق قدم غيرها كتير اللي بدنا نعزز مهارات الذكاء العاطفي فيها وبأي مجال يعني تحديد الأهداف، التعاطف، التفاؤل، الدافعية الداخلية تعبير عن المشاعر، فهم الأنماط الشخصية وإدارة المشاعر وشو منتوقع نتيجة هذا التعزيز بالشكل التالي؟ نحدد الفئة والمجتمع، مهارات الذكاء العاطفي، والنتيجة المرجوة بدنا نحاول نكرر نفس التمرين لثلاث فئات على الأقل بهيك بنكون وصلنا لنهاية درسنا بتمنى لكم علاقات مجتمعية إيجابية ترجمة نانسي قنقر